نعم أنا أعتقد بأن النقطة التي أرغب في أن أثيرها هنا هو أننا لازلنا في المراحل المبكرة من هذه الحملة حكومة الولايات المتحدة ومسؤولي الولايات المتحدة قد ذكروا بأن هذه ستكون حملة متعددة الطبقات والمراحل لن تسترق يوما أو يومين أو ثلاثا وإنما المغزى هنا هو أن هجوما واحدا ما يحدث بعدها بأن الحوثيين قد يتنقلون بأسلحتهم وبعتادهم وبمقاتلهم وبمجرد أن يكشفوا أنفسهم عن طريق الهجوم الأول فستتبعهم المخابرات فإذن المجكلة في حملات الولايات المتحدة ليست قصورا في القذائف أو عدم دقة في الاستهداف وإنما القضية هي قضية المخابرات المعلومات المخابرتية معرفة أماكن الأسلحة ومدى عمقها وأين هي مخزنة وكيف هي مخزنة وأحيانا أنت بحاجة إلى ضربات أولى ثم تطور مزيدا من المعلومات المخابرتية حول موقع الأسلحة الحقيقي فإذن نحن لازلنا في المرحلة الاستفتاحية كما في لعبة البيسبول هذه المرحلة الاستهلالية من هذه الحملة لازلت هناك عديد من المراحل التي ستليها